الآن مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الأنبار عبر الأقمار الصناعية النائب عن مجل أو في مجلس النواب السيد فالح العساوي أستاذ فالح مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة يعني لنصلت الضوء على زيارة السيد محمد الحلبوسي والملفات التي تناولها مع المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ماذا ستفضي هذه النقاشات وكيف ستنعكس على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أحييك أخي العزيز وأحيي جمهور قناة الفلوج الكريم طبعا زيارة السيد الحلبوسي مع وفد من أعضاء مجلس النواب العراقي للولايات المتحدة الأمريكية سوف تناقش مجموعة من الملفات وأهم هذه الملفات هي ملفات أمنية وكذلك هناك ملفات اقتصادية وملفات استثمارية هذه أهم الملفات التي سوف يتم النقاش فيها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هناك شراكة أمنية ما بين بغداد وما بين واشنطن وهناك نطمح في المستقبل على أساس الشراكة الأمنية أن تكون هناك شراكة اقتصادية وشراكة استثمارية وأن تقوم الولايات المتحدة بدعمنا بهذا الجانب يعني ربما أكثر الملفات حساسية في هذا الموضوع التحالف الدولي الذي يقاتل داعش والضربات الجوية التي تستهدف لا زالت تستهدف مواقع داعش في بادية الأنبار وحتى في سوريا وبقاء القوات الأمريكية في العراق طبعا ملف وجود التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنكون واضحين وجريئين بالطرح بهذا الموضوع لأن الوضع في العراق لا يحتمل لكلام الاستعراضي ولا يتحمل الشعارات نحن في العراق محتاجين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي ساعدت العراق وساعدت القوات العراقية من الجيش والشرطة وأبناء الحشد من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز القوات العراقية في الخلاص من داعش ونحن اليوم في محافظات المنكوبة أو المحافظات الغربية التي سيطر عليها التنظيم لحد الآن هناك خلايا نايمة تحتاج وجود التحالف الدولي باعتبار أن هذه المحافظات كبيرة تمثل نصف العراق وهذه المحافظات تربطها حدود مع دول الجوار وهذه الدول فيها وضع أمن مربك ولكن لحد الآن قوات حرس الحدود غير مكتملة لأعداد قواتنا العراقية من الجيش ومن الشرطة لحد الآن تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تأهيل فهذا كله يدعونا إلى ضرورة وقاء قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس الوقت هذه المحافظات تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي في إعادة النازحين في إعادة البناء التحتية وهذا يحتاج دعم المجتمع الدولي وكيد هذه الشركات وهذا الجهود لا يمكن أن يتم بدون وجود هذا التحالف الدولي بشق الأمني بنفس الوقت اليوم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتجهيز وتدريب القوات العراقية وحتى التجهيز إلى سبعة ألوية من الجيش العراقي وهذا كل مجاني وهذا يخدمنا من ناحية الاقتصادية وخاصة أننا نمر في موازنة شبه بها حالة تقشف ربما الحديث عن هذا الموضوع يضع العراق في موقع حيرة ما بين الاستفاف بالخندق الإيراني أو الصفاف في الخندق الأمريكي باعتبار أن الرئيس دونالد ترامب قال بصريحة العبارة بأن القوات الأمريكية ستبقى في العراق لمراقبة إيران التي يفرض عليها حصاراً وعقوبات هل سنقدر نحن كحكومة عراقية وبرلمان عراقية أن ننأى بنفسنا عن هذه الحرب غير المعلنة؟ إذا سمحت لي أن أرفض عبارة أما أن نتخندق مع الإيرانيين أو نتخندق مع الأمريكان نحن بلد ونحن دولة لدينا سيادة لكن ولا نقبل لنفسنا أن نكون في المحور الإيراني ولا نقبل لنفسنا أن نكون في المحور الأمريكي أن العراق أكبر من إيران وأكبر بأمريكا في كل شيء لكن نتعامل مع الأمريكان أو نتعامل مع التحالف الدولي أو حتى نتعامل مع الإيرانيين على أساس المصالح المشتركة ما بين بلدان دول العالم أما فيما يخص كلام السيد ترامب بأنه هناك قاعدة كبيرة وصرفت عليها ومال كبيرة وهو يقصد قاعدة عين الأسد أنه سوف يراقب إيران يا سيد العزيز الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانيات ولديها تقدم تكنولوجيا ولديها جيش ولديها أساطيل موجودة في كل دول العالم وبإمكانها أن تراقب إيران وتراقب العراق والسعودية من واشنطن وليس من قاعدة عين الأسد أعتقد حتى كلام سيد ترامب لا يمكن أن نبني عليه أمور كثيرة جدا وبنفس الوقت نحن في العراق لا نطمح أن نكون في أي محور نحن نحاول أن نكون متوازنين في علاقاتنا وفي سياستنا وفي اقتصادنا وفي أمننا ولا نسمح لأنفسنا أن نجر البلد إلى مشاكل كبيرة وإلى سياسة المحاور لكن أكيد نحن نحتاج الولايات المتحدة في الوقت الحاضر من أجل دعمنا أمنيا وكذلك دعمنا أقتصاديا طيب هل نحتاج إيران نحن بهذه الملفات أمنيا واقتصاديا أم أن العراق الآن هو المتنفس لإيران بسرعة أو بأخرى أولا اليوم نكون صريحين نحن لا نريد أن نخلق أزمة أو نخلق مشكلة في أي دولة من دول الجوار نحن لدينا علاقات مع إيران ولدينا علاقات مع دول الجوار ومع الولايات المتحدة الأمريكية لكن الحقيقة نحن حاجتنا إلى الولايات المتحدة وحالتنا وحاجتنا إلى السعودية وتركيا ولا عمقنا العربي بكثير من حاجتنا إلى إيران بالعكس اليوم إيران هي محتاج العراق وتعتبر العراق هي إحدى رئاتها التي أصبحت تتنفس من خلالها بسبب العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وقد تفرض عقوبات أشد إذا ما اتزمت ببرنامجها النووي هذا دليل واضح إيران كل بضائحات تحاول أن تصدرها العراق وكذلك تتعامل مع العراق في موضوع الغاز وموضوع الطاقة وبضائع الإيرانية موجودة بشكل كبير في العراق وبالتالي تستطيع أن تتنفس أو تتخلص شيئا ما من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وتستطيع الحصول على العملة الصعبة من خلال عملية البيع والشراء والتجارة المفتوحة ما بين الحدود لكن نحن في العراق لا نتمنى أن نخلق مشاكل مع هذه الدولة من دول الجوار لكن لدينا علاقات استراتيجية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية طيب يعني بالعودة إلى خبرنا قبل قليل بأن التحالف الدولي قد اعترف بأنه من خلال حربه على داعش قد قتل 1257 مدنيا في حين أن المنظمة إير وورز المتخصصة بإحصاء الضحايا تقول بأن التحالف قام بقتل 7595 مدنيا كيف نعلق على هذا الموضوع أستاذ فالح؟ طبعا دائما الحصائيات التي يقدمها البنتاجون هي طبعا المعلومات التي يجب أن نحترف بها وهي المعلومات الدقيقة جدا وعودنا التحالف الدولي أن يعلن حقيقة من عمليات القصف أو الأخطاء العسكرية التي تحصل أكون معك صريح في كل عملية عسكرية تحصل أخطاء سواء من الجيش العراقي أو من الشرطة المحلية أو حتى من التحالف الدولي باعتبار أن المعركة مع التنظيمات الإرهابية هي ليست معركة تقليدية لا نواجه جيش بجيش نحن نواجه تنظيم متمرس يستخدم من العوائل ويستخدم من النازحين ويستخدم من الأبنية العامة كدروع بشرية في مواجهة القوات العراقية نعم حصلت أخطاء من التحالف الدولي وحصلت أخطاء من الجيش العراقي لكن أعتقد هذا العدد الذي ذكر التحالف الدولي هو ليس في العراق إنما في العراق وفي سوريا نعم إذن شكرا لك النائب عن البرلمان العراقي الأستاذ فالح العيساوي كنت معنا بالصويت والصورة من الأنبار شكرا جزيلا لك